بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأخوات كديرين لبس عليكم بخير نتمنى إن شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير في أحسن الأحوال واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي كنقول لي مرحبا بيك واشترك معي وفعل زر الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل ما هو جديد اليوم في هذا الفيديو درت معكم طريقة باش ترزت هات الجلبة هدي كيتشوف ودرت فيها جوش طريزات وحدة من الفوق وحدة من تحت ودرت فيها الخراف القب خيطها بضفيرة رقيقة غادي تلقاوا في عندي في القناة تتلقاوا الدروس كاملة من الفصالة طريقة الفصالة ديال الجلبة وطريقة الفصالة وطريقة ديال الخياطة ديال السفيفة باش ما تجيكش مكمشا وطريقة باش درت سهاد الملاقية ديال الوسط يعني كتكون في الدريس وممكن جمعي بها حتى الجلبة كاملة وكين كذلك طريقة الفصالة ديال هاد القفطان ديال الشبكة اللي كي يجي من تحت هذه الفيديوهات كاملين بهم كينين عندي في القناة اللي بريد دخولي يشوفهم مرحبا ويتعلم كيفاشنو يفصل وخيط الجلبة بوحده هنا ترزدها بالوينات يعني كتشوفو صفور ودخلت معه الوينات يعني باش تاخدوني تفكرة على الوينات اللي تبغي ودخله في الجلبة خدمتها بتدوار المرمى كيكا نقول الاخوات دائما تدوار المرمى راح ماشي شي حاجة مستحيلة ولا ما يمكنش تعلميها ممكن ان شاء الله علاش الله هير الواحد ما يقسش ومرة على مرة شوية بشوية حتى نتعلم يدي اليد اليسرية كتكون موركة على المرمى ووليد الخراه هي اللي كندور بها ما كنكونش مع الصبا وانايا كنخدم بتدوار المرمى يعني كنخفي النفس إلا خدمت مع الصبا ما كنت تدخش ليه هي هذيك ما كنت تعلمش مزيان هنا دخلت كتشوف واللون صفر صفر بناني ودخلت معه الوينات الوينات اللي دخلت معه اني هاد صفر الباناني كيجو معه الوينات بثاف ولكن انا يحكموا علي الوينات اللي جبت ليه السيدة مولا تجلابة عندها فولا رفع فيها نفس هاد الوينات اللي كنين هنا هيا هو ما باش خدمت أما هاد صفير هاد كيجو معه الوينات بثاف وسبق لي خدمتوا بلوانات بثاف كيجو معها كيجو معها رائعين كيجي معها الغوزان ديان كيجي معها زوين بثاف كيواتيه كيجي معها البيستاش كيجي معها الموف مغلوق والموف مفتوح نقع الموف بالطرجات دياله كيجي معها زوين والخضر بالطرجات دياله كاملين كيجي مزيان والغوز بيبي كيواتيه بثاف انا قلت لكم حكموا عليا الوان اللي كانين في الفولارة ديال السيدة اما هو كانين بزفة الوان كي يواتيه وكي يجو حسن من هاد الوان اللي خدمت بيهم ومن هنا كنقول الاخوات لي مثلا كتبغيت خدم كتبغيت تطرز شيج اللبا ولا قفطان وكتحير في الالوان بقوا نشوفو هير خلق الله سبحانه و تعالى، نشوفو الطيورت خلقهم سدر بي، أنت ؟ الوينت اللي فهم، الوينت اللي كي يكونوا في السما هادو انت هادوا هادو 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 هاد الاحويجات هذا هم اللي كي يعطون هم اللي كي يلهموهنا كيف شنو نسقوا الالوان ويجيونا متنسق إنو عمز يانين او لا من انكت تجيب لك سيدا توب ولا بغيت الترزي مثلا شي حاجة احطي جيب دوك الوينت اللي عندك اللي اختاريتهم يكونوا اللي بغيت الترزي بهم وحطيهم فوق هدك توب وشوفي واش غادي يجي وهم زين ولا ما غادي شي وانا غادي يجي واش غادي يجي امواتين ولا ما غادي يجي امواتين وجربي اكبر عادة ديال الوينت محتوطين وصوري مثلا حطيتي ثلاثة اللوان او الاربعة يعني صوريهم وشوفي كيفاش نو غادي يجيو حيدي هدوك الوين وديال الوينت واحدين اخرين عود صوري حتى احتت حتى طلقي الوينت اللي غادي يواتي وانا كان قل مبتدئات اللي ما زال ما كعرفوش كيفاش نو ينسقوا الالوان و هذه القضية تناسق الالوان تهيارها بحالها بحال الطرز يعني ما تتعلميهاش من الأول مع المودة كيدخلوا عندك الوينات منين كتنسقي هادي مع هادي كيكونوا شيلوان تقع مديرهم مش بالكعوش غادي يجيوا مع بعضياتهم ولكن منين كتحطيهم في الطرزة كي يجيوا زويني بزا فهاتش باجتلكم هالشي يعني كي يجي مع الممارسة ومع اليوم وغدا حتى الواحد كيتعلم حتى كي يقول لي وعندك الالوان كي تشوفي اللون كي تشوفي اللون ديال الجلبة ديك الساعة تختار ليه اللوان اللي غادي يجو معه يعني ضغيات كي يقول لي عندك شي سهل ما كتلقيش صعوبة في اختيار الالوان ومنين كنطرزك مين كنطرزة فيها اللوان يعني في الحطة ديال اللوان كنعرف كيف شنو كنحطهم يعني ما كنجيش مثلا في بلاصة فيها فيها الوريدات وكنخدمهم كامين بلون ونجي بلاصة اخرى ونخدم اللون الاخر كامين بلون لا كنحاول هادوك اللوينات نفرقهم كل بليسا نعطيها حقا في اللوان باش منين كنطرزة كي يبندك شي مواتي كي يجي مشي بلاصة غالب عليها واحد اللون وبلاصة غالب عليها لون اخر اللي كي يخص يكون تناسق حتى في الحطة دياله حتى في الحطة ديال اللوينات ومنين كندير اللون كنعود ندخل فيه لون اخر يعني كندخل وينات مع بعضياتهم باش في الاخر كتكون نتيجة رائعة ووو كنقول لاخوات التوقل عن الله سبحانه وتعالى يتعلموا وسنع فيه دهم راه القعدة عمرها ماكتنفعش يحد ماكتنفعش يحد القعدة مكتنفعش بالعكس تضطر كيرتب عليها الكتائب الخد القلك أما إذا كنت تدري واحد صنيعة في الدك ومعمرة بها وقتك وكتصوري منها واحد رضيق اللي كتري به بسفت الحوائج سبحاء الله حياتك كملك تبدل يعني فرخ كبير من أنه إلا كنت يمر بعيد دك ما مش يقولون مربعيد دك مية في المية ولكن كين شغال الدار يعني كاملين بنا كنجروا شغال الدار ولكن شغال الدار ما كينيش نهار كامل ونتي كتسالي شغال الدار ولكن كتجي واحد وقيدا صفي كيوي عندك كتجلسي كيكو عندك وقت فارغ ماعينك لا يدار هادكل وقيت اللي ماعينك لا يدار فيها نتعلم فيها شي حاجة أي صناع نشوف أنية الميولاة ديالي فين كينها واش كينها في الضرز واش كينها في الرنضا واش كينها في الخياطة واش كينها في الطبخ في الحلويات ولا المهم نعم روقتي بشي حاجة اللي غدي تعود اللي يمن هناك تقدام بالنفع راس صنعة كما خلوها صنعة كنز بقيت مستمرة على هاتشكل هكا حتى كمت طريزة ديالي كاملة نتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو حتى الاخر وإلى عجبكم الفيديو ديروا لي جيم واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي كنقول لي محبابيك واشترك معايا وكنقول شكرا للأخوات بزاف لكي يتواصلوا معايا وكي يدعيوا معايا وكنشكرهم بزاف بزاف ونخليكم عدة تيمة ديالفيديو إلى فيديو قادم إن شاء الله وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر